بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس احمد فكر محمود بمركز شبكة معلومات جامعة الصيوب. يريد حضراتكم لو عجبكم الفيديو. تعملوا لايك. تفعيلوا زر الجرس. اشتركوا في القناة عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح في هذا الدرس ان شاء الله كيفية التعامل مع المستخدمين. اليوزر اكاونت. هلاتكم عارفين النظام بتشغيل ويندوز سبعة تم تصميمه عشان يتم استخدامه بواسطة عدد من المستخدمين. ويكون حضراتكم لكل مستخدم حساب وكلمة سر. عشان يقدر يحافظ على ملفاته في معزل عنه الاخرين. في حضراتكم في ويندوز سبعة ثلاثة انواع من الحسابات. اول واحد حضراتكم حساب المدير اللي هو اسمه administrator account. الحساب التاني اللي هو القياسي standard account. الحساب التالت حضراتكم اللي هو حساب الضيف اللي هو gest account. طبعا حضراتكم لكل حساب من هذه الانواع صلاحيات معينة للتحكم في الحاسب. انا اذكر ان شاء الله بعض الصلاحيات لكل حساب على حده. هنبدأ الاول حضراتكم بحساب بحساب المدير اللي هو administrator. ال administrator ده حضراتكم ده هو المستخدم الرئيس للكمبيوتر ويطلق عليه اسم حساب المدير. اه هذا الحساب حضراتكم بيتم انشاؤه اثناء اعداد ويندوز سبعة. ونظام التشغيل ويندوز بيحتاج حضراتكم مستخدم رئيسي واحد على الاقل. يعني يكونوا عندي administrator واحد. وممكن يكون عندي اثنين administrator تلاحظة زي ما انت عايز. لكن على الاقل يكون عندي واحد ايه? اه 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 ادمنستيريتر. طيب اصطل الحياة بتاعت الادمنستيريتر ده. اول حاجة حضراتكم عمل تغييرات في النظام تؤثر على المستخدمين الاخرين. يعني ممكن يتحكم في المستخدمين ايه? الاخرين. ممكن يحزف مستخدم اخر. ممكن يغير كلمة السر الخاصة به زي ما هو عايز يعني. اه عمل تغييرات في اعداد ذات الامان. اضافة او ازالة البرامج. وكذلك يمكنه اضافة او ازالة المكونات المادية. يمكنه الوصول لكل الملفات والبرامج فيه في الكمبيوتر. بيعمل حضراتكم اي تعديلات في صلاحيات الحسابات الاخرى بما فيها اضافة او حزف حساب. دي صلاحيات الادمنستيريتر. نشوف حضراتكم الحساب القياسي الاسمستاندرد اكاونت. بيتم عمل حساب قياسي الاسمستاندرد اكاونت حضراتكم للمستخدم الغير رئيسي للحاسب. وده بننشئه امتى حضراتكم بعد اعداد ايه الويندوز. وليه طبعا بعض الصلاحات المحدودة. اولا ايه الصلاحات بتاعته. اه يمكنه حضراتكم استخدام معظم البرامج الموجودة على الحاسب. ولكن في بعض البرامج عشان يقدر استخدمها حضراتكم لازم تطلب منه كلمة السر الخاصة بالمدير لكي يستطيع التعامل معه. وفي هذه الحالة يجب الرجوع على الشخص الذي يملك حساب المدير. بيمكن هو برضو الستاندرد يوزر انه يعمل بعض التغييرات في النظام التي لا تؤثر. التي لا تؤثر على المستخدمين الاخرين. هذا المستخدم حضراتكم لا يستطيع عمل اي تغييرات في اعدادات الامان. لذلك ننصح حضراتكم بانشاء مستخدم ستاندرد لكل من يتعامل مع حاسبك عشان حضراتك تحميه من العبس به. الحساب الثالث حضراتكم اللي هو حساب الضيف اللي هو جست اكاونت. ده حساب لمستخدم غير رئيس للحاسب. وممكن يستخدمه الاشخاص الذين لا يملكون حساب خاص على الكمبيوتر. وتم يتم انشاءه تلقائيا اثناء اعداد ويندوز 7. وده حضراتكم اللي صليحيات محدودة مع علم بان المستخدم اللي هو الجست. لا يمكن عمل اه كلمة سر لهم. مثل باقي باقي المستخدمين. ولكن حضراتكم يمكن استخدامه بحيث انه يجب تحويل حالاته من off الى ايه الى اون. سنشرح الان حضراتكم كيفية انشاء مستخدم جديد. عشان انشاء مستخدم بيديد حضراتكم. من قيمة start. اختار control panel. هتظهر النافذة. في الجزء حضراتكم اسمه user accounts and family safety. اختار add or remove user account. هتظهر النافذة حضراتكم. هتلاحظوا في انه user هنا اسمها متفكري. ده administrator. password protector يعني معمول له كلمة سر. وفي جست هنا اسمه معمول له off. جست account is off. ممكن اعمل له on. ان شاء الله نشرحها بعد شوية ان شاء الله. اعمل اعمل يوزر جديد حضراتكم. ان شاء مستخدم جديد. اضغط على create new account. هتظهر النافذة حضراتكم هنا. new account name. طب اليوزر ده حضراتكم. اليوزر ده حضراتكم. اليوزر ده حضراتكم معمول له standard account ولا administrator. ممكن اختار administrator. هنا ما دينا حضراتكم توصيف الadministrators. administrators have complete access to the computer. and they can make any desired exchange. فانا اختار administrator حضراتكم. ثم اضغط على create account. طب هعمل يوزر اكاونت تاني حضراتكم. نفس الخضراتة ايه هي واجه هنا اضغط create new account. اكتب اسم الاكاونت. بعد كده هنختار نوع الاكاونت. هنختار US standard account. وبقود كده هقول له create account. يبقى انا عملت اتنين يوزر حضراتكم. اليوزر ده administrator. واليوزر التاني ده standard. لو ضغط على اليوزر اللي اسم اهمد فكرة حضراتكم ده administrator. لو ضغط ده ليه حضراتكم كده. دي الامكانيات اللي يقدر يعملها يا اليوزر اللي هو administrator. اللي انا فاتح بالكمبيوتر يعني داخل بيه. اللي ظاهر في قيمة start. ممكن يعمل حقيقة change the account name. ممكن نغير الاسم. change the password غير كلمة sir remove the password. change the picture غير الصورة. change the user account. delete the account. هتعلم دلوقت حضراتكم ازاي نعمل password للمستخدم اللي اسمه نوجا. هعمل click عليها حضراتكم. واجه اقول له هنا create a password. جل هنا اكتب نيو باسورد كلمة السر. الجديدة. وكده انا بيقول له confirm باسورد اكتبها مرة تاني. اه في حتة مهمة خالص هنا اقول اكتب a password hint. الباسورد هنت حضراتكم will be visible everyone who uses this computer. يعني تقوى ظاهرة لا اي حد بيستخدم هزا ايه الكمبيوتر. فكلمة الباسورد هنت حضراتك بتفكرك بكلمة السر لو انت نسيتها. وكده اضغط على create password. لو حبيت حضراتكم احزف اليوزر اللي اسمه نادا. هدخل عليها حضراتكم كده. واجه هنا اقول له delete the account. هتظهر الاندفزة دي اقول do you want to keep نادا files. اقول له برضو delete files. باكده delete اكاونت. الادمنستريتر النوقة ده اسمه ادمنستريتر. طب العايزة اغير حضراتكم الطيب بتاعه. دي باجه اقول له هنا change the account type. طبعا هو administrator. ممكن اخليه standard account. واجه اقول له change the account type. طيب كده اصبح اليوزر اللي اسمه نادا ده. طب انا اقول له password لكن اصبح standard account. طب لا حبيت اغير اسمه. اقول change the account name. اجي هنا اقول له enter a new account name. اكتب مسلا ايه? نورهان. واجه اقول له change name. يبا كده انا غيرت ايه اسمه. طيب عايز احزف كلمة السر. اقول له remove the password. اه بيقول له هنا عاوز تمزح كلمة السر. ماشا اقول له remove the password. كده مسحت كلمة ايه? كلمة السر الخاصة ايه? بالمستخدم ده. ماشا حدراتكم كيفية تغيير صورة المستخدم. فانا عايز اغير صورة المستخدم اللي اسمه نورهان. اعمل الصورة اللي انا عايزها. اقول له change picture. كده انا غيرت الصورة الخاصة بالمستخدم. يعني نورهان حدراتكم لو دخلت بالمستخدم بتاعها. هتظهر الصورة دي ايه? في قيمة start. يبا احنا اخدنا رح حضراتكم ازاي اغير اسم المستخدم? ازاي اعمل له كلمة سر? ازاي اغير الصورة? اه اخدنا ازاي change the account type? ازاي اغير ايه نوعه? يعني اللي اعاز ارجع على administrator بتاني حضراتكم. اضغط على change the account type. واجه هنا اختار administrator وقوله change the account type. اعاز اعمل له كلمة سر? اقول له create a password. ده عملناها قبل كده حضراتكم. اه في حاجة هنا حضراتكم اسمها set up parent control. ده المراقبة الابوية دي. لو عملت click عليها حضراتكم كده. بيقوله choose a user to set up parent control. يعني اختاري اليوزر اللي انت عاوز تعمل ايه? عليه الparent control ده. اللي هي المراقبة الابوية. اقول له هنا ايه? او مراقبة الوالدين يعني. اجه اقول له هنا اختار مثلا اليوزر الاسم نورهان ده. parent control can not be applied to the account Noga because it is an administrator. if you would like to apply parent control to this account. you must change the limited user account. would you like to make change? ماشي خلاص اقول له no. يبعشان اعمل parent control حضراتكم. لازم اغير نوع اليوزر بدل administrator. اخليه اه standard. change the account type. واجه اخلي standard user. واقول له change account a type. دلوقتي ممكن اطبق عليه الparent control. set up parent control. بيقول له هنا choose user and set up parent control. ماشي اختار له نورهان. طبعا ده بيجي standard day user. اضغط عليه كده. set up how نورهان will use the computer. parent control. اه on ولا off اخليها on. ايبع خليتي البران control all من الاول. واجه هنا بيقول له هنا ايه window setting. control is when norhan uses the computer. يعني ممكن احدد لنورهان الوقت اللي هي تستخدم فيه الكمبيوتر. ده مراقبة ابوية. يعني ممكن عندك اطفال مثلا تحدد له المعاد اللي ايه اللي يستخدم فيه الكمبيوتر. واجه هنا control is when norhan will use this computer. click and drag the hour you want to block or allow. يعني هنا معمول هنا block it. يبقى الساعات اللي انا هاعلمها حضراتكم. يبقى مش هتقدر تستخدم فيه من الكمبيوتر نورهان خالص. مسلا احدد لها الساعات دي مسلا كده. وممكن مسلا اليوم ده متستخدمش في الكمبيوتر خالص. اه يوم الجمع مسلا ممكن ما خلالش تستخدمه في الوقت ده. يبقى هنا بحدد لها الساعات اللي هي بتستخدم فيها الكمبيوتر. ما سمح لها فيها تستخدم الكمبيوتر. واجه اقول له اوكي. طيب لو هنا الجيمز. هاجه اقول له اختاري الجيمز هنا. طيب. كان norhan play game yes ولا no? اقول له yes. بقول هنا block or allow games by rating or control type. set games rating. يعني ممكن احدد لها الالعاب اللي تلعب عليها. وممكن احدد لها ايه الوقت اللي ايه تلعب فيه. اه ضيب هنا allow or blocks specific program. يعني لو اختار دي حضراتكم. اقول لك which program norhan can norhan use. يعني ممكن احدد لها البرامج اللي ممكن تستخدمها norhan. فهنا بقولي norhan can use all program. ممكن تستخدم كل البرامج. لا. norhan can only use the program i allowed. يعني البرامج اللي انا اسمح لها بيها بس. اجي هنا حضراتكم احدد لها البرامج the programs that can be used. هنا بيدوري على البرامج. دي ممكن احدد لها البرامج من هنا اللي عايزها ايه ممكن تستخدمها. اللي تشك the program that can be used. احدد لها البرامج اللي انا عايزها. ماشي بقى كده اقول له ايه اوكي. نرجي التاني حضراتكم بالcontrol panel. add or remove user account. دوله البرامج اعنا دولوكت حضراتكم عايز اعمل على الجست كده حضراتكم. واجه اقول له هنا تيرن اون. يبقى اصبح الجست دولوكت ايهadas اون. يبقى احضراتكم اتعلمنا النهاردة من ال control panel add or remove user accounts. اعرفنا حضراتكم ازاي نعمل اكاونت جديد كريت نيو اكاونت وعرفنا حضراتكم ازاي نغير اسم الاكاونت وازاي نغير الباسورد وازاي نحزفها وازاي نغير الصورة ممكن يحط صورة حضراتكم لنفسه من الكمبيوتر اقول له تشينج زي اوزا بيكتشر واجه هنا حضراتكم اقول لبراوزي وفور مور بيكتشرز واختار من الكمبيوتر الصور اللي انا عايزها واختار مسلا الصورة دي واجول لي ايه اوبن كده انا غيرت الصورة بتاعت اليوزر انا غيرت الصورة بتاعت اليوزر الاسم نرهان لو دخلت باليوزر الاسم نرهان هتلاقي في الصورة دي تغيرتها واخدنا برضو اه سيت تاب بيران كنترول والشينز اكاونت طيب وديليت زي اكاونت اللي حابيت احزف اكاونت سنشرح الان حضراتكم عرض معلومات للنظام الرئيسية الخاصة بالكمبيوتر عشان اعرض بعض المعلومات على نظام التشغيل حضراتكم بعمل كليك يمين على نفذة كمبيوتر هتظهر القيمة المختصرة اختار منها هي بروبرتز هتظهرني الشاشة دي نفس الشاشة ممكن اوصلاها بطريق اخر من قيمة start انتقل ال control panel من الشاشة التي تظهر حضراتكم اختار system and security وبعد كده اختار من هنا هي system فيظهر لحضراتكم هنا نوع نظام التشغيل ويندوز 7 ultimate فيه عندي ويندوز 7 ويندوز professional فيه كذا نسخة من الويندوز فدي نسخة ويندوز 7 ultimate بيوريني هنا حضراتكم برضو البروسيسور نوع intel pentam cpu g620 السرعة بتاعته 2.6 من 10 جيجا هيرتز installed memory ram 4 جيجا بايت system type 32 بيت مهمة جدا حضراتكم دي النوع نظام التشغيل اللي هو 32 بيت فيه عند نوع اخرى 64 بيت لازم تعرف حضراتكم ان فيه بعض البرامج 32 بيت تشتغل على الويندوز 32 بيت لو نظام التشغيل ويندوز 64 بيت يبقى لازم تنزل عليه البرامج من النوع برضو 64 بيت ما العلم بي انه فيه بعض البرامج بتنزل على الويندوز 32 بيت او 64 بيت هنشرح ان شاء الله الان كيفية تثبيت او الغاء تثبيت اي برنامج هذلك تلاحظ بعض البرامج لما نعمل لها اعداد على الكمبيوتر بتعمل لها ايقونة على سطح المكتب زي الادوبت اكروبات ريدر هو ويحطوا اللي برضو ايقونة في قائمة start غالبا بتكون في الall program او adopt reader 9 نفس البرنامج والفايرفوكس وبرضو حضراتكم هتلاقي في ال-c program files هتلاقي برضو هنا في اللي يعمل المجلد في ال-c adopt reader 9 طيب لما حب ازيل البرنامج حضراتكم من الخضأ الشاع انه في بعض الناس يشيلوا من هنا من القرص الصالب c وتروح على program file وتقلق ده خضأ شاع حضراتكم هتعلم دلوقت ان شاء الله هنلغي تثبيت مثلا ال-adop trader الطريقة الصحية حضراتكم ليلغاء تثبيت اي برنامج من قائمة start هتروح للcontrol panel واجه هنا في الجوزء اسمه programs اضغط على uninstall program هتظهر لمجموعة البرامج اللي انا عمل لها اعداد على الكمبيوتر انا هنا برنامج ال-adop trader ال-camtessa studio لو انا عاوز اشيل اي برنامج حضراتكم احدده من هنا حضراتكم واجه اضغط على زر uninstall اقول لنا are you sure you want to uninstall adopt trader 9 اقول له yes هبتدي حضراتكم يعمل لي ازالة لهذا البرنامج بالpreparing to remove دي الطريقة الصحيحة حضراتكم لازالة اي برنامج كده اتلاحظ عليكم انه اختفى البرنامج من هنا ال-adop trader اختفى لو روحت حضراتكم هنا على ال-disk top وهلاجي هنا ايه الايكونة شالت لو روحت لقائمة start all programs هلاجي برضو من هنا الايكونة شالت طب لو روحنا على ال-computer c وبعد كده program files adopt هنا برضو المجلد اللي هو عمله هنا في program file chat دي الطريقة الصحيحة اللي ازالة اي برنامج من على الكمبيوتر طب لو حبيت اعمل اعداد للبرنامج حضراتكم اروح للمكان اللي في النسخة الاصلية للبرنامج انا عندي هنا ال-adopt trader هو النسخة الاصلية بتاعته اذهب للملف التنفيذي الخاص بيه حضراتكم اللي هو ده واضغط عليه double click هيبدأ يعمل اعداد لبرنامج ال-adopt trader 9 بيقول للمشاهدة بيقول لي هنا install adopt trader 9to c program files adopt trader لحبيت ان انا اعمل اغير المسار ده اقول له change destination folder انا هسيبه زي موه في نفس المكان اللي هنزل فيه حضراتكم واقول له next اتظهر للشاشة ده حضراتكم اضغط على install بالنسبة للمشاهدة some features you selected are being installed please wait while setup installs adopt trader this may take several minutes يعني ديها تاخد بعض الوقت كده حضراتكم اخلص tab complete اقول له finish وانا please wait انتظر كده اخلص اعداد البرنامج حضراتكم لو جيت على desktop حضراتكم 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 اتليه هو اعمل له icon على desktop لو روحنا بقائمة desktop start all programs هتلاقي برده اعمل له ويكون في قائمة start لو روحنا حضراتكم على computer هنا c program file adopt reader 9 يبقى اي برنامج حضراتكم اعايز اشيله من الكمبيوتر دي بساطة واختار البرنامج اللي انا اعايز اشيله وهاجه اقول له on install لو حابيت ان ازل البرنامج اي برنامج ان ازل له حضراتكم اروح للمكان اللي في النسخة الاصلية حضراتكم مع الكمبيوتر اي مكان المكان المكان الموجود فيه النسخة الاصلية programs دي البرامج دي البرامج حضراتكم اللي انا ايه لو حابيت ان ازل على البرنامج بروح للملف التنفيذة اعايز ان نزل مثلا الوفيس وكمل معاها باقي ايه الاسئلة اللي يطلبها سنجح ان شاء الله في هذا الفيديو كافية اعداد مايكروسوفت اوفيس 2016 والعمل ذلك نتابع الخضوات الاتية نذهب الى المكان الموجود فيه البرنامج طبعا برنامج الوفيس موجود عندي على ملف ايزو فالمفروض نفك الضغط الاول اعمل اكليك ايمين واضغط على اكستاكت هير كده انا بفك ببرنامج اسمه ايه وينرار كده انا فكت الضغط بتاع ملف الايزو بعد ما اتفكت الضغط بتاع ملف الايزو اذهب الى الملف اللي هو setup.exe واعمل عليه double click هيبدأ في اعداد اوفيس 2016 هتظهر هنا هذه النافذة لو اريدها مايكروسوفت software license terms لو لازم اوافق على هذه الاتفاقية فاحدد I accept the terms of this agreement ثم اضغط عليه continue هتظهر نافذة اضغط منها على install now ويبدأ حضراتكم في اعداد office 2016 والان حضراتكم اوقف التسجيل حتى نصل الى الخطوة هي التالية السلام عليكم فهذه الخطوة فهذه الخطوة حضراتكم في رسالة تقول thank you for installing microsoft office professional plus 2016 وبكده يكون انتهى من اعداد برنامج الاوفيس 2016 منازل نافذة اضغط عليه close بيقول هنا in order to complete system reboot is necessary would you like to reboot للكمبيوتر عشان يكتمل موضوع اعداد لانا ممكن خلاص اقول له ايه no عشان اكامل بس الفيديو لو حبيت اشغل اي برنامج الوفيس الورد او الاكسل او الاكسس او الباوربوينت من قائمة start اللحظة هذي هنا ظهر هو الورد او الباوربوينت هضغط على ميكرو وورد 2016 سيتم تشغيل وورد 2016 من هذه النافذة هضغط blank document هذه الشاشة الرئيسية الخاصة ببرنامج microsoft word 2016 ان شاء الله حضراتكم يكون الشرح واضح ومفهوم نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته